موسيقى مساء الخير و اهلا بكم مشاهدينا و كل سنة و حضراتكم طيبين ضيف حلقتنا النهاردة تاني دفعته في كلية هندسة مدني مطور عقاري من العشرة الكبار فاعل في كل منظمات اللي بينضم لها في مجال التطوير العقاري بكل تأكيد هو كمان طبق مبادرة السكن الامن و الملائم حق للمواطن في الحياة سواء عند الدولة او القطاع الخاص احنا معانا المهندس محمد البستاني رئيس مجموعة شركات البستاني للتطوير العقاري والسياحي اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك دعونا نعرف المشاهدين مهندس متفوق في كلية الهندسة تاني دفعته يترك العمل العام وما يحلمش زي كل الشباب انه يشتغل معيد في كلية هندسة بعد كل التعب والشأة والمذاكرة ويقرر انه يكون عنده عمل خاص ازاي بقى بسم الله الرحمن الرحيم وطبعا اول ما اتخرجت من كلية وكنت قضيت فترة الجيش كان زبط احتياط مكليات شرفوا كده فقلت لازم احدد طريقه من الاول هل انا هخش في وظيفة ولا ابقى هشتغل في العمل الخاص وكده اه يعني انا حسبتك بطريقة بسيطة جدا ان الواحد عشان يجيب جون لازم يكون في الملعب الملعب اللي هو الواحد ينزل للحياة وينزل للشغل الخاص عشان يقدر يصوب ويقدر يجيب هدف اه ممكن ما يجيبش هدف بس شرطة اساسي عشان الواحد يجيب هدف لازم يكون في الملعب ما يبقاش برا الملعب ولذلك انا اخترت العمل الخاص هو طبعا كان صعب جدا وكان تاريخ طويل قوي من العمل اه لا بالروحة كده وحضرتك بتطلع نتيجة كلية الهندسة والاسرة عرفت ان حضرتك تاني الدفعة في وقت حلم العمل الحكومي عند كل الشباب والاهالي ان انا ابني يبقى دكتور مهندس في الجامعة ده انجاز لأي أب أو أي أم ازاي حضرتك اقنعتهم انك هتتخلى عن حلمهم وتبدأ حلمك اللي حضرتك بتحلمه لوحدك انا كنت طبعا بشتغل وانا طالب اشتغلت في مهن عديدة وحاجات كتير وده اللي دفعني ان انا بدأت اشوف العالم من منظور آخر من منظور البيزنس فانا ازاي اوظف المهنة الهندسة في البيزنس وبرضو يعني هيبقى لي رؤيتي كراجل بقدر افكر او راجل متفوق بقدر اوجه والكلام ده طبعا يعني ظهر بعد كده في الموادرات العديدة اللي عملناها لا يعني هو الواحد مش لازم يكون اكاديمي انا ممكن اكون اكاديمي هبقى في جزء معين بدرس نقطة معينة هتفوق فيها في برانش معين لا انما في الحياة العامة لا احنا بشغل في كل حاجة واوسع ومجال اكبر والحمد لله انا بقيت كمان في مكاني دوت عضو المجلس الشاري لتطوير مناهج في هندسة ان شمس دعوني في مؤتمر تطوير مناهج جمعة عين شمس كلية الهندسة اه الحمد لله يعني جمع هندسة ان شمس وفيه بروتوكول بيني وبين الكلية ان هو فيه طلبة دعشان سوء العمل يبقى مرتبط بنوعية التعليم بالزبط اه يعني هي هندسة ان شمس فيها كريدف اوارز بيفكروا دلوقتي بيجي بالشركات يقول لك الشركات الكبيرة اللي في الماركت يقول طيب احنا المناهج اللي بندرسها دية هل هي ملأمة للماركت ولا لا ولا عايزين تضيفوا لها حاجة ايه رؤية كلية طيب هل المناهج اللي بتتدرس لطلبة كلية الهندسة مطبقة لطبيعة العمل اللي بيحتاجه سوء العقارات في مصر هو فعلا هو في المؤتمر يتعمل السن الفاتد في كلية الهندسة كان فيه على شرف المؤتمر ده كان مدعو مكتب در الهندسة اللي هو من أكبر مكتب عشرة استشعرية في العالم وكان المقاولين العرب والحمد لله انا بمثل شركة البستاني والحقيقة كان ليه تعليق على الموضوع دوت ان هو يجب ان يكون التدريب العملي جزء لا يتجزأ من المنظومة التعليمية يعني ما يبقاش كله نظري لا وكمان مش وفعلا هي الكلياد بتطبق المنظومة التدريب العملي بس يتدربها بمجب شهادة انها تتخذ من الشركة لا انا شايف انها كمان لازم تبقى باختبار لان التدريب العملي لازم يكون جزء لا يتجزأ زي كل الطب طب برضو ما بيتدربوا عملي في المستشفات وكده الهندسة كمان لان هو بيطلع على العمل بيطلع على المواقع ففعلا بدأوا يعني في بينفزوا الفكرة دي بس طور ان هم يخلوها كاختبار وامتحان دي لسه ما اتطبقتش بس دي من حاجات التوصيات اللي انا قلت عليها وفعلا لسه هندخل في تفاصيل مبادرات حضرتك ودورك في منظمات التطوير العقاري وجمعية التطوير العقاري وازاي وصلت انك تكون من العشرة الكبار في مجال التطوير العقاري بس خلينا الاول كده حضرتك كنت بتمتلك ايه من ادوات ومقاومات غير ان حضرتك متفوق دراسيا علشان تبدأ بيزنس خاص في مجال العقارات او الانشاءات اللي هو محتاج بجانب مهندس شاطر فلوس هو الحقيقة في الاول طبعا يعني وخصوصا يعني احنا اتكلمت انا في المبادرة كان فيه برنامج يعني ريادة الاعمال وكده اتكلمت فيه ازاي انا اتهركت من كلية والحقيقة كنت متخرج انا طلع التاني على الدفعة والاول عن مشروع وكنت الحقيقة مستل في 50 جنيه عشان اكمل البروجيك بتاعي والحمد لله ازاي وصلت عن طريق ان انا في الاول خلاص الجيش بتاعي كظابط وبعدين روح لشاركة انجليزية وبعدين شاركة امريكية وبرضو تعلمت في المنجمين تعلمت التكنولوجيات الحديثة وشاركت في مشاريع قومية كبيرة لانفق الصرف الصحي لقائرة الكبرى وبعد كده ازاي وصلنا من واحد متخرج مستقل في 50 جنيه عشان يكمل ايوه من 50 جنيه سلف لواحد من اهم مطور العقارات في مصر الرحلة كان فيها ايه من ادوات وامكانيات الاسرار وصي ايه يعني انا النهاردة حتى بوجه لأي شاب اي شاب بيقعد يحسبها طب انا هوصل لايه واعمل ايه لا هو اي حاجة النهاردة فيه امل البلد فيها عمل وفيها افق للنجاح كتير يعني انا لما حد بيجي يسألني طب انا اعمل ايه اقول له انت اختار شخصية عايز تكون هي انت عايز تختار الموظف عايز تكون الراجل بتروح بالجورنال وعلى قد راتبك عايز تكون من الشخصية اللي المهندس محمد البستاني شافها مسأل اعلى وقرر ان يكون على نفس الخطور الحقيقة كان فيه نمازج كتيره في الايامنا من على رأسها اصمان الحمدى واصمان للدرجات دي مرة واحدة ده في الوقت ده كان عادي ما احنا بنشوف البداية ماهي البداية تشبه بدايتنا يبقى النهاية دي بقى دي اولا توفيق من ربنا سانيا على قد الجهد طب معنى كده انه ممكن ماهي الشاب النهاردة اللي بيه يسأل هل فيه امكانية اممكن طب هاتي اي ملياردير في العالم فيه مليارديرية كتير وليلو حطيلي معادلة اللي انت وصلت بيها انت بقيت ملياردير محمد البستاني حاليا ملياردير لا 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 ايس صحيح يبقى ليسا ما وصلناش لعصمان نحمد عصمان بس هي شخصيات يعني ممكن تتاخد هدف ايقونة حاسس انك وصلت لأي نسبة من اللي حققه عصمان احمد عصمان لو النهاردة هتعمل مقارنة نفسك ولسه مكمل عايز تكمل المسيرة والرحلة ولا بعد النجاح اللي حققته النهاردة ناوي انك في هذا التوقيت تسلم الرأي لحد تاس طيب بص يقولك حاجة يعني هو اللي يعني فيه حاجة يعني برضو اللي هتعلمها من خلال حياته انه هو من الموقع بتاعه بيشوف لوكيشن بيشوف منظر معين لما بيوصل لهذا المكان اللي بعد كده بيبدأ يشوف لوكيشن تاني فبيقدر يعدل من توجهاته من وجهة نظره بمعنى مثلا شركة زي شركة ما قولين العرب شركة دي شركة مأولاد بس الشخص كشخص عصمان عمد عصمان ده ايقونة انما بعد كده طبعا انا بدأت كل شوية اغيرت جاه بدأت ان انا اشتغل في تطور عقاري اخرج برا المأولاد لديت ان التطور عقاري اجمل واشمل فبدأت اتوجه للتطور عقاري بدأت اتوجه ليه ازاي وانا زي ما قلت لحضرتك ان انا بادئ معيش في لس خالص بدأت في الاول في المأولاد ان انا اشتغل مأولاد بعد ما اشتغلت في المأولاد شوية بيتاخد اول مشروع خلاف انك كنت سالف 50 جنيه اكيد مش ده الاستثمار اللي بدأت به مشروعاتك يعني اول مشروع فاكر كان حجم رأس ماله كام وكسبت منه كام انا اول مأولة اخدها كانت مأولة من شركة حسن علام كانت مصنعيات في نفق انا كنت طبعا تعلمت شغل الانفاق في الشركات الانجليزية وشركات امريكية كانت موجودة بتاعمل مشروع الصرف الصح لقائرة الكبرى بعد ما خلصت فيهم وبعد الجيش بدأت اشتغل بقى في المأولاد خدت شغل من حسن علام خدت مأولة ب365 ألف جنيه حجمها كله على بعضه الحمد لله كست فيها كويس ساعتها خلصتها في سنة قدرت ان انا جيب شقة في مكان راقي جدا ايامها في بداية ناصر اول فلوس تكسبها بدل ما تزود الاستثمار تشتري شقة على طول الواحد لما هو ماشي في حياته في حاجات لازم تمشي جنب بعضها ما ينفعش واحد يفضل يركز في شغله ويسيب مسلا حياته الشخصية لازم يتجوز لازم يكون أسرة يعني ما ينفعش لازم في حلقة يعني مع فكرك ان حضرتك بقى شايف ان السكن لازم يكون للجميع شايف ان المساحات الصغيرة المفترض انها تكون هدف للشباب اللي بيدور على سكن دلوقتي كان ممكن تأجر ليه اول مكسب ليك في حياتك وانت مستثمر في مجال العقارات تشتري بي شقة ما تمتش انك تأجر شقة وتستثمر الأموال المقاولات باكنتش محتاجة رأس المال كبير وانا كنت شغال في المقاولات يعني ففعلا طلعت المبلغ دوت واشتريت وفضل المبلغ برضو بايت اكمل فيه المقاولة انت لما يكون عندك مقاولة محتاجة المقاولة كويس من خمسة لعشرة في المية دو بيبقى مع الرقم بتاعها قيمتها يقدر يعمل المقاولة لان فيه مستخلصات وفيه صرف وفيه كده وبتعتمد على الجهد واطقم العمل والكلام ده بعد كده تطورت من الشغل المقاولات بايت اخد مقاولات الفلاك وعمارات وحاجات من دي بدأنا نعمل حاجة سمع اتحادات ملاك ايه اتحاد ملاك طيب بحيطة الارض يا تمنها مثلا زي قاهرة جديدة وصلت المرحلة لانا بقى معايا مثلا خمسوئة ألف دنين كانت قطعت الارض بتتباع ايام هنا بالأوفر بتاعها خمسين ألف بربعمائة ألف بربعمائة ألف بربعمائة ألف بربعمائة جنيه بربعمائة جنيه وعلى أقصاد حسب المسايا حبق اه بالضبط فالحقيقة جيت مثلا في قاهرة جديدة جيت ألفين وخمسة مثلا أو ألفين واربعة بدل ما اشتري قطعت أرض واحدة بخمسمائة ألف جنيه لا اشتريت أربع قطع وشاركت شركة في القطع ديت وشركة في القطع ديت بقى ليه الرابعة في كل قطع بدل ما يبقى معايا مشروع واحد اشتهلت في أربع مشاريع تبليه فكر المشاركة في حين ان كان ممكن يبقى عندك مشروع واحد بتمتلكه بنسبة 100% أنا بمتلك مشروع بنسبة 100% بس متجزة أربع أجزاء أنا لما بعمل أربع مشاريع بيجي لي عائد على التنفيذ إن أنا كمقاول كمنافس بأخذ أوفر هيد مقابل إن أنا المهندس اللي بنفس فبأخذ أوفر الأوفر دوت بعوض نسبتي بتاخد أولة التنفيذ للمشروعات اللي حضرتك شيريك فيها بالإجبار ولا بتقديم عرض أكسب لا لا بأوفر يعني هو الشركة اللي بيخشوا عارفين هما هيكسبوا في دراسة جدوى بيخشوا معايا بدل ما أخذ مشروع واحد خبت أربع مشاريع وبدل ما موّل مشروع واحد من جيبي من العائد اللي بيجي لي بقدر أموّل حصتي في الأربع مشاريع وهكذا بدأ تتوسع لحد ما بقى الشغل ليه الواحدي وبقى فيه شغل الوقت الفكر في العمل الجماعي والشراكة فكر تقريبا في مصر كده ما بينجحش كتير إيه الأدوات اللي حضرتك كنت حريص إن النهاردة تحصل على ثقة مش بس العملاء أو اللي بيشتروا منك وحدات سكنية لا اللي بيشاركوك الأمانة والخبرة يعني النهاردة الأمانة لوحدها مش كفاية يعني واحد يجي يقول لي ده أنا جاي بواحد أمين جدا طب يعني طب ممكن يكون أمين بس ما بيفهمش هيضيعك يعني الأمانة لوحدها مش كفاية لازم يكون أمانة وخبرة مع بعض فهي دول عنصرين الحمد لله اللي كنت بتتعامل بيهم مع الشركة اللي بيشاركوني في المشرية بتاعتي وإن أنا بحقق لهم أرباح معينة والمصدقية مع العملاء يعني أنا ماشي على التوازي بكسب ثقة العميل بكسب ثقة الشركاء طيب المهندس محمد البستاني لو تخير ما بين الأمانة والخبرة يختار مين لا هو لازم لاتنين يعني حتى لو لم تتوافر الخبرة والأمانة وحضرتك قدام شخص محتاجه واحد بيتوفر فيه الخبرة والتاني بيتوفر فيه الأمانة هتختار مين بنسبة أكبر هاخد الخبرة بس رقبه بس يعني الخبرة مهمة جدا لأن الأمانة لوحدها مع شخص ما بيفهمش هتضيع حتى فيه مثلا يقولك إيه اد العيش لخبازه ولو حياخد نصه شوف لدرجة إيه أحسن ما يبوس كله فهي الخبرة عامل مهمة جدا 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 في أي مجال في الحياة النجاح في العمل الجماعي أو في الشراكة مرتبط بإيه مرتبط زي ما قلت لحضرتك وعدم الطمع اللي هي الأمانة يعني فلو توفر العناصر دي وعلى فكرة هو ده اللي ماشي الكونسيبت اللي ماشي دلوقتي والتوافق على مين اللي هيدير ولا صاحب أكبر نسبة في رأس المال هو المفترض اللي يدير في المشاريع الجديدة دلوقتي ما بيعتمدوش على مين معايا فلوس أكتر اللي بيدير ده بالعكس ممكن يشتيروا حد يجيب وحد يدير لهم يعني كل ما الكيان كبر دلوقتي لا يقولك ده أنا أعمل الشركة لوحدها هي اللي تدير أجيب أحسن مدير في الدنيا يدير للشركة هو اللي يحقق لي أحسن مدير مالي أحسن مدير تنفيذ هو ده العناصر اللي نعتمد عليها وهو النهاردة الشراكات يعني اللي التحاد دلوقتي هو العنصر الأساسي للنجاح هتلاقي شراكات كبيرة جدا بتعمل تحالفات دلوقتي عشان تقدر تواجه لأن كل ما وصلنا لمستوى قليل من العمل هتلاقي التزحم عليه كبير جدا وناس يعني بتقاتل وتصارع تحت في المنطقة الأولانية المكسب اللي حققته وفرحت بيه بنفسك وحسيت إن مجهودك في مكانه وأصعب خسارة مرت عليك كان ممكن تغير مصار حياتك من العمل العقاري لعمل آخر بعد الفاصل أحسن مكتب أو أفضل مكتب وأصعب خسارة مرت عليك هو الحقيقة أنا قاعدت أشتغل لمدة 20 سنة تقريبا كان لحد ما وصلت المرحلة إن كل اللي معي حوالي 500-600 ألف جنيه بعد 20 سنة شغل يعني جت بعد كده شغلانة واحدة عمت عملتلي تحول كامل خدت عمارة كبيرة في 12 دوار بعد 20 سنة شغل 500 ألف جنيه أرباح مش رقم يعني زهيد أخد إبالك أنا بادئ من الزيرو أو تحت الزيرو شوية فده بيأخد وقت معي إنما فيه بيحصل مصدر سين أو زي بيقوله في السينما مشهد بيغير مجرى الأحداث المشهد اللي غير مجرى أحداث حياتك إن أنا كنت اشتغلت وده الفائد اللي أنا حوشته في الآخر المبلغ ده أنا كنت عايش حياتي متجاوز وعندي أولاد وكل حاجة أنا أتحرك أول الفلوس جبت بها شقة فعني أكيد أنت عايشت حياتك بزبطل والعرض لازم هو كل أحد يمشي على التوازي فكان المصدر سين إن أنا جي خدت شغلانة كويسة عمارة كبيرة مقاولة وخدت فيها شير كشقة أو كده قدرت أحقق منها قد اللي أنا حققق في الآشرين سنة وكانت تتحول وبدأ الرقم التصاعد والمبلغ اللي بنكلم عليه سنة 2003 أو 2004 كان بيجيب قطعة أرض في القاهرة الجديدة هنا إزاي ما قلت الحالي كان جيت بقى بالمبلغ دي فتحت هنا بس كان مبلغ كويس يعني الربح الغير متوقع ده كان سببه إنك دخلت في نوع من أنواع المغامرة والريسك فغمرت فكان النجاح والربح غير متوقع ولا نتيجة خبرتك العشرين سنة في السوق إنك خلاص عرفت إلي كسب وإلي خليني عنوط أعوان النقلة تانية في حياتي هو فعلا هو الاتنين مع بعض المغامرة والخبرة مغامرة محسوبة؟ المغامرة محسوبة طبعا يعني فيش حاسمها مغامرة مش محسوبة في البزنس يعني لأ مغامرة محسوبة بس الواحد بقى يعني إيه بيتحمل شوية ألامه وتعب في الأول آآ ويزنق نفسه ويحاول يجيب من أصعب خسارة مرت عليك والله يعني والحمد لله يعني ما قدرش أقولك إن فيه هو فيه الواحد تعرض لمشاكل كتير أثناء عمله فيه شغل وقف وشغل ماشي وحاجات من دي بس إجمالا هو كويس مثلا لما أراضي مصر اتبعت في مزاد والأسعار الأراضي في مصر اتنقلت نقلة خرافية زي النقلة اللي نقلت حضرتك لموقع تاني من الأرباح حسيت ولو لمرحلة إن خلاص العقارات في مصر مش هتكسب تاني؟ لأ هو أنا عندي أنا أنا مؤمن بحاجة إن العقار يمرض ولا يموت هي ساعات بيبقى فيه ويفز أو موجات بيجي الماركت السوق العقاري ساعات بيمشي بوثيرة معينة ويطلع يطلع 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 بتضخم معين وبعد كده بيهدى ويحصل توقف بس هنا الخبرة بقى بتفيدك في الحالة دي إن أنت تنتجي ما يمكن بيعه يعني دايماً مبدأ وأنا شغل فيه التطول العقاري أنا أشوف الماركت عايز إيه وانتجه ما انتجش حاجة ماش عايزها الماركت طيب حالياً في ظل أزمة كورونا والأزمة العالمية اللي بيمر بيها العالم وارتفاع سعر العقارات بشكل مبالغ فيه وفقاً لبعض المحللين حضراك شايف إن صور العقار داخل على مرحلة مرض ولا ركود ولا حينتعش طيب أقولك حاجة أولاً مبالغ فيه ومش مبالغ فيه ودايماً الناس تقولك فيه فقاء عقارية لأ ما فيش فقاء عقارية هو كل ما هنالك إن فيه فيه لازم أتجسمت أو تصبيت للوضع العقاري إيه الوضع العقاري؟ أولاً فقاعة اللي هو سعر غير مبرر وفيه مضاربة حاجة بس السعر اللي موجود للعقارات اللي موجودة في معظم مصر هو الأرض هي الأرض دي اللي متحكم فيها الدولة بتطلعها بسعر معين والخمات اللي هي سعر معين وهامش الربح اللي بيحدده المطورين دلوقتي يكاد يكون ضئيل جداً جداً نظير المنافسة اللي موجودة والمنافسة اللي موجودة دي لإن فيه إغراق في الماركت العقاري في الإسكان الفاخر الشركات كتير دخلت المجال فيه رؤوس أموال بتاعت تصدير وصدرات لما فيه صناعة توطنية عملت بدأت تخش المجال والشغل فيه ناس كتير الدولة بدأت تنزل أراضي كتير ومنتج عقاري كتير فأصبح المنتج العقاري في الإسكان الفاخر في زيادة العرض أكتر من الطلع ناخدها واحدة واحدة حرج بدأت بالأرض هل سعر الأرض للاستثمار العقاري في مصر سعر مبالغ فيه أم ده السعر الحقيقي لأراضي الدولة ده سعر الحقيقي لأراضي الدولة الناس بتاخد من الدولة وساعات بتبيق أوفر وصعية. حيانا الدولة بتطرح حاجات مباشرة منها. فدا السعر الحقيقي اللي موجود. بس احنا هنيجي نتناول في اسكان محدود داخل ومتوسط داخل. ممكن نتكلم باسلوب اخر. بس احنا خلينا في الماركت العقاري. والنقطة بتاعت ان هو فيه مبالغة في السعر. لا هو مفيش مبالغة في السعر. خلص. السعر يا دوب هو على قد. بحسابات المنطق والهندسة اللي حضرتك درستها وطبقتها. اه مفيش مبالغة. هل يجوز ان سعر الارض تمثل اربعين في المية من ثمن الوحدة? في الاسكان الفاخر جايز. انما في المتخفض في الاسكان المحدود الداخل ومتوسط الداخل ده مش جايز. طيب حاليا سعر الارض بالنسبة للاسكان الفاخر بيمثل كام? وللاسكان اه الغير فاخر او الشعبي او الاجتماعي. طيب في الاسكان الفاخر هو الارض دلوقتي بتمثل تقريبا حوالي تلاتين او اربعين في المية. هي مفروض في الاسكان المحدود الدخل او متوسط الدخل مزيتش على 15% هل حضرتك بتحصل على الارض بالنسبة 15% من زمن الوحدة مش موجود ده الاسكان الاجتماعي الاي ما بيه الدولة دلوقتي انما احنا دلوقتي بنرى على الدولة انواع من الشراكات انها تدينا ارض وناخد نديها وحدات عشان نقدر نغطي على الاسكان المحدودي ومتوسط الدخل ده ده حاجة تانية خالص ان الدولة بتكسب يعني انت اكاد تكون ما بتكسبش من الارض بتاخد سعر الترفيق بتاعها وده اللي بنطالب بيه ان احنا عشان نغطي لان الدولة الوحدات هل ده بيترجم بعد كده لأسعار وحدات اقل هل النهارده شركات القطاع الخاص العقارية اللي موجودة في مصر بتبيع الاسكان الاجتماعي بسعر اقل الشركات العقارية ما عندهش اسكان اجتماعي الدولة هي اللي عنده اسكان اجتماعي بس احنا بينه طالب كمطورين عقاريين ان احنا نشترك ونساهم مع الدولة انها تدينا اراضي بسعر منخفض بسعر تكلفة المرافق وتلزمنا بسعر المنتج النهائي اللي هو يلب احتياجات الشريحة الكبيرة من الشعب والمواطنين اللي هي محدودي ومتوسط الدخل ده اللي بنطالب بيه ان احنا ناخد ارض بسعر قليل قوي بسعر المرافق انا مش عايز اتكلف الدولة لان الدولة على كاهلها مشاكل كتير وموازنة تقيلة وحاجات مندي ناخد الارض بسعر الترفيق طيب هل شركات الاسكان الاجتماعي اللي هي شركات العقارات اللي حضراتك بتمثلها كمطور عقاري مش هل احنا مش هاش ورضو في اسكان اجتماعي حرك رئيس جامعية المطورين العقاريين وبالتالي طاهرة جديدة اه كل الشركات تقريبا لو تيحت الفرصة ليهم ممكن يشتغلوا وينفذوا لان ده مطلب شعبي يعني حاليا اللي زي ما حضرتك قلت كده في الحوار ان الطلب الكبير هو الاسكان الاجتماعي بظهر علشان الشباب وعلشان محدودي الدخل ومتوسط الدخل كمان مزبوط مزبوط طيب النهاردة حرك شايف ان الحكومة بتفضل انها تدخل في شراكات مع شركات عملاقة او كبيرة او شركات عالمية او لها سيت وصمعة بتبيع لي او بتبيع الاسكان الفاخر وما بتفضلش انها تدخل مع شركات اخرى يكون وحدتها لمحدود الدخل نهي الدولة شغالة على انتجاهين وهي فعلا بدأت انواع من الشركات واحنا في الغرفة وفي الشعبة بالنادي وفعلا في بعض الشركات تمت بس احنا ان شاء الله كانت توجهنا بس الازمة بتاعة كورونا اللي جات ان احنا توجهنا ان احنا نبدأ نطالب الدولة بحصة اكبر من هذه الشركات اللي توفي بالغرض وتتيح فرصة عمل كبيرة للمواطنين وتتيح انتاج منتج يمكن بيعه وتصريفه لمحدود المتوسط الدخل لان هو ده الاحتاج الحقيقي وما تنسيش اللي كمان من فيه طبقا للإحصائية الجهاز المركز للتعبير والإحصاء انا عندي 12 مليون شقة مقفولين دول بيكفوا 50 مليون مواطنين ففعلا احنا مش محتاجين اسكان ساخر هنا ممكن اسألك احرك مع او ضد تطبيق الضريبة العقارية على الاسكان او على السكن للمواطنين لا انا مع التطبيق الضريبة طبعا ليه لان يعني شقة بدل ما هي مقفولة خلاص ابدأ شطابها وسكنها ومن العقد بتاعها ادفع جزء ضريبة وادفع على المقفولة ولا على كل من يمتلك سكن في مصر والله هو الدريبة دي اصل دي منظومة احنا عندنا الدخل الدولة الموازن ما عندناش موارد ف80 في المية من موارد الدولة من الضرائب طب الدولة هتجيب مرافق مينين هتجيب مستشوات مينين مدارس لازم ما فيه دخل هي الفكرة ان انت لو عندك بقى شقة بدل ما تدفع لها من جيبك اجرها ومن العقد بتاعها ادفع جزء ضرائب انا مع التطبيق الضريب طيب حرك قلت من ضمن التصريحاتك ان سعر الوحدة بيبقى مرتبط بمدخلات الانتاج يعني زي المواد الخامل الارض ومدخلات الانتاج طيب احنا بنشوف ان فيه انخفاض في الوقت الحالي في مدخلات الانتاج سواء حديد او اسمنت او بعض مكملات اخرى لكن اسعار العقارات في مصر ما بترخصش اولا المدخلات الانتاج ده بتمثل زي ما قلت لحضرك الحديد مثلا بيمثل تقريبا خمسة في المية من قيمة او ثلاثة في المية من قيمة الشقة فلما ينزل بنسبة بسيطة الفين جنيه في الطن فده مبثلش كتير وهو النزول ده جيه بعد ارتفاع شديد جدا يعني كان بربع تالف جنيه بقى باثناشر ايوة لكن سعر الوحدة بيزيد ما بيقلش لا الاسعار ما بزيدش دلوقتي الحقيقة يعني في المنتج العقاري دلوقتي تعالي من سنة لحد النهاردة هتلاقي الاسعار هي هي فعلا في السنة اللي عدد ديت مفيش اي زيادة في الاسعار والمطورين انا عايز اقولك طب حرك بترجع عدم زيادة الاسعار في سوق العقارات في مصر خلال العام السابق والحالي لإيه؟ لقصرة المعروض المنافسة الجديدة والناس وياكاد يكون الاسعار نزلت بطريقة غير مباشرة ازاي؟ يعني أنا ما اكون ببيعي الشق المتر بى 10 ثلاث جنيه على خمس سنين واعدين أرجع أقولك المتر ب10 ثلاث جنيه على 10 سنين والسعر منخفض بطريقة غير مباشرة لما مدلك المدة منخفضت السعر ولو جيت اقولتيلة هستدلك على خمس سنين ومنزلك 1000 أو 2000 جنيه في المتر معناه انخفض بطريقة غير مباشرة فبرضو ده في اماكن معينة اللي هي فيها العرضة اكتر مطلب لذلك هتلاقي الإسكان الفعلاً اللي محتاجينه هو فعلاً متوسطي ومحدود الدخل وفعلاً بنطالب دلوقتي وزارة الإسكان إنها تعيد نظر في كسافة الأراضي البنائية بدل ما هي بقى مثلاً 120 فرض على الفدان لا تعايزينها 180 فرض على الفدان عشان تصغر لمساحات الشقع وتقدر تناسب الشريحة اللي تقدر تشتريها دلوقتي خلينا وإحنا بنتكلم عن سوق العقارات وتنظيمه في مصر المهندسة شام طلعت مصطفى قال في تصريح ليه إن سوق العقارات في مصر يفتقد للتنظيم حركت مع أو ضد الفكرة؟ لا أنا طبعاً مع التنظيم ولذلك هما دلوقتي بيناقش لا أنا عارف إن حركت مع التنظيم حركت مع تصريحاته إن سوق العقارات في مصر يفتقر للتنظيم ولا لا؟ هو يفتقر للتنظيم طبعاً أول حاجة إن أي حد النهاردة بيقدر يشتغل في التطور العقاري سواء عنده خبرة ما عندوش ما عندوش ما عندو ملاقة ما عندوش طلع السجل وشترحة أرض بالقصة ولا حاجة وعمل رسمة وده بيعرض الماركت للخطر ممكن يكون عنده كفاءة وممكن يكون ما عندوش ولذلك التحدي المطابلين العقاريين لما يتعامل دوت هينظم سوق العقاري اللي هو بيتناقش مجلس الشعب دلوقتي وتناقش عندنا بجمعات رجال أعمال وفي الغرفة فلا هينظم سوق العقاري ما ينفعش أي حد النهاردة يعرض ويبيع لأن كده إحنا بنعرض المواطن للخطر وفيه نمازج مندي كتير ممكن الشركة توقع حتى لو قق حسن النية يعني حسن لواءة لوحدة مش كفاية وفيه ناس كتير تزنقت لما دخل الماركت وبدأ ياخد أراديو وعايز يبني اتفاجئ إن المعروض كتير جدا فاضطر لا ياخدش مقدمات ويطول في المدة وكشف له بتاعه هيحصل له أزمة مش عرف يبني ولا يعرف سد الإقصاط إعلقة سعر الفايدة بسوق العقارات سعر الفايدة كل ما انخفض بنشط السوق العقاري لما حصل إن الفايدة بقى تعشيف المياه في وقت من الأوقات كل الناس قلتلك طب أنا الفايدة ديت وانا قاعد في البيت ولا عليها ضغايب ولا عليها حاجة اروح أخد الفايدة لا يشوف المياه ولا شقة يجي مهندس محمد البستاني يقول لي اتفايا عليها ضريبة عقارية عشان انتي قفلاها بالظبط إلا ما النهاردة لما يبقى الفايدة لما تنزل تبقى رقم واحد مش رقمين جم بعض يعني أقل من 10% بيحصل تنشيط للسوق المواطن يقول لك أنا لأ طب ما أنا كد شقة حتى لو الشقة دي أجرتها وجبت لي 5% في السنة بإضافة أنها بتعلم على الوقت محفظة للقيمة ده يبقى الإصمار العقاري أحسن خفض سعر الفايدة هل ده الترجم لإقبال على العقارات في مصر؟ هو الحقيقة السنة اللي فاتت الفايدة نزل 3% وفي أول كورونا نزل 3% بس ما الحقناش نستفيد منها لأن كل شركات دلوقتي الموظفين بطلت والماركت وقف وكل الناس باتتفكر في الصحة العام أهم حاجة كان عندك خطة ورؤية وأعلنت بشكل مباشر أن 2020 هيكون عام لنشاط غير طبيعي في سوق العقارات في مصر هل ما زلت عند هذه الرؤية؟ وهل 2020 ممكن يكون بالفعل عام العقارات في مصر؟ هو لو إن شاء الله ربنا نعدل أزمة لكورونا دي على خير إن شاء الله يكون 2020 ده نقدر نعوض لأن الاحتياج العقاري ما بيتلغيش بيتأجل يعني اللي عايز شقة ما نزلش يشتريها النهاردة بيأجلها لشهر اللي شهر جاي بعدما الأزمة تخلص وبييجي مع اللي عايز يشتري ساعتها فبتلاقي كمان إقبال كبير في الفترة اللي جاية بس إن شاء الله تعدي على خير وأصلي كمان دوت بيتطابق مع رؤية الدولة 20-30 اللي هي التنمية الشاملة إن احنا نخرج من نطاق السبعة في المية لاثنشر في المية اللي السيادة الرئيس حتطفى 11-2016 إن يبقى فيه تنمية شاملة ونوصل بالتوسع الأفقي لاثنشر في المية من مساحة مصر فده بيتوافق مع الخطة اللي عملت الدولة والدولة بتبزل كل هذه الجهود في مد الطرق والمرافق للمناطق الجديدة بحيث بيحصل التوسع الأفقي وأنا شايف إن التوسع الأفقي ده أحسن بكتير من التوسع الرأسي التوسع الرأسي ده بيعمل مشاكل في المرافق ومشاكل السكن حتى للناس كل ما تختلطت وقربت من بعض بيبقى السكن أسوأ يعني مقتنع ومؤمن بوضعك كمهندس محترف بالتوسع الأفقي تمام حتى هذه اللحظة المهندس محمد البستاني لم يستثمر في العاصمة الإدارية ليه؟ بعد الفصل حركة قدمت أكثر من مبادرة حضرتك رئيس جامعية المطورين العقاريين حركة دايما في كل مكان عندك دور فاعل قدمت للحكومة أكتر من فكرة استفادت منها الحكومة منهم استكن للجميع بس قبل كل ده حضرتك لم تستثمر حتى هذه اللحظة في العاصمة الإدارية الجديدة رغم إن حركة مقتنع بالتوسع الأفقي هو طبعا بالنسبة للعاصمة الإدارية يعني خليني نتكلم على العاصمة الأول العاصمة الإدارية دي من أكبر المشاريعات الأملاقة اللي تمت في عهد السيد الرئيس وإنها بتتميز بمزايا كتيرة قوي إنها طبعا مدينة الجيل الرابع مدينة سمارت بيتطبق فيها التنمية المستدامة حاجة بتليق بمصر وموقعها الجرافي والإقليمي وأنا مقتنع جدا بكل مكان فيها وكل منطقة المال والأعمال وعيني عليها بس الفكرة إن العاصمة الإدارية محتاجة إمكانات معينة فأنا عندي شوية أعمال بيتموا معايا عندي شوية شغل في القاهرة الجديدة وعندي مركز طب بعمله وعندي فتح في مشروع كمان في المعادي مشروع تجاري إداري سكني بس إن شاء الله أول ما يعني أفوق شوية من المشاريع دي اللي ترجع بتاعي إن أنا عايز أروح على منطقة المال والأعمال اللي فيها البرج الكبير الأكبر برج في الشرق الأوسط في تصريحات رئاسية وحكومية بتقول إن بعد نقل الموظفين والمقرات الحكومية العاصمة الإدارية أسعار الأراضي هتتنقل نقلة تانية حركة مش قلقان وعايز تستثمر ولو بشراء قطعة أرض حاليا ضمن مجموعة شركاتك لا أقولك حاجة هو أنا ما بيقلقنيش بسعر يزيد معنى السعر يزيد معنى كده الإقبال زاد أنت يهمك في الآخر المعادلة في الآخر المدفع العميل؟ آه بزبط يعني هي في الآخر هما ليه هزاودوا الأراضي لأن هيحصل تحول تحول في العاصمة الإدارية 180 درجة الناس هتبدأ تروح وتشوف وتشوف الجمال اللي فيها وتشوف التنصيق وتشوف الرؤية المستقبلية بتاعة المدينة هيبدأ يحصل على إقبال فشيء طبيعي حتى الأسعار اللي هناك هتتحرك حركة قدمت مبادرة وأعلنتها للحكومة وللقطاع الخاص وللمواطنين مبادرة السكن للجميع الفكرة مرتبطة بمبادئ للمواطن العادي أن السكن الآمن والملائم حق للمواطن في الحياة وكفلته كل الدستين تمام بس هل حضرتك نوردة شايف أن السكن الآمن والملائم لمواطن ممكن يكون 33 متر؟ أنا أقول لحضرتك حاجة أنا زي ما أعرضت عليك من قبل الحلقة أعرضت عليك فيديو لو حبيت برضو تأرضيه إن شاء الله لأ أنا أعرضه حضرتك بتتكلم أن حراك مبادرتك بتقول إن في 33 متر يصلحوا لبداية حياة لبداية حياة لماذا بقى؟ المبادرة دي جات منين؟ أول حاجة بعد التعويم 2011-2016 حصل تغير كبير جداً في الدخل بتاع المواطن الدخل زياد بطريقة معينة أقلب كتير جداً من التطور بتاع الأسعار حنا كنا بيجيب طن الحديد بـ 4000 جنيه بقى بـ 12 ساعات كنا بيجيب طن الاسمانت بـ 500 جنيه وصل 1200 جنيه حاجات كتير تماماً هتغير فأصبح كمان مستلزمات الحياة للمواطن بعد ما كان بيقدر يوفر من دخله 5000 جنيه بقى محتاج عليه 5000 جنيه عشان يكمل حياة وتعليمه وأكل وشرب وصحة فمن هنا جات للمبادرة طب ما إحنا بصينا إن إحنا نبدأ حيث مطلق أخرون كل دول العالم المتقدمة والغير متقدمة في أوروبا وفي شرق آسيا هتلاقي الوحدات الستوديو دي منتشرة جداً في اليابان هتلاقي رئيس الوزر عشان هكي في شعقة 60 متر طب إحنا ليه حسب احتياجنا بقى ما فيش إمكانية على المواطن هو ما يقدرش خالص ولا يقدر شوية فأنا لو تدبرت له سكن عبارة عن ستوديو قد وصالة يبدأ فيهم حياته يبدأ يتجاوز وبعد كده بنظام التدوير طب هل السكن ده بيحقق فكرة إنه آمن ولا ملائب؟ الآمن دوت نتيجة المنظومة على بعضها المنظومة على بعضها إن أنت بتعملي إن أنا إن أنا النهاردة الزرع واللاندسكيب ده ربنا يعني ممكن 33 متر يبقى آمن وملائم آه طبعاً ملائم لإيه؟ ملائم لوضع المادي إزاي ممكن 33 متر يعيش فيهم أسرة بتبتدي حياتها أيوة كويس بعد سنة حيبقوا ثلاثة يبقوا ثلاثة ما كانوش أربعة وخمسة هو النهاردة إحنا بنقارم ما بين حاجتين إنه هو ما فيش خالص ويبقى فيه يعني واحد معهوش حاجة خالص مش قادر يعمل حاجة ولا يبدأ عايز أقولك حاجة في المجتمعات الفقيرة هتلاقيهم شغالين في المنطقة حاجة المناطق العشوائية هتلاقيهم ساكنين في قوض ومخلفين ثلاثة واربعة طب أنا بنقلهم بقى لمستوى سكن أسخودي بقى لك فكرة السكن دي جاي من السكينة أيوة السكن أهم حاجة في حاجة حارك أرجع بقى بالهندسة ربطها بعلم الاجتماع حلو السكن جاي من السكينة السكينة إنه أنا أسكن في مكان نظيف في خضرة في طبيعة إنه إحنا نكون بقى إيه عن بعض مش لازقين في بعض فنقدر أعمل أي بس حارك ما تنساش إنه أنا حماتي هتيجي تزرني وأخو جوزي وبنت خالته وعمته وإحنا مجتمع عزومات في البيت وبنجيب أولادنا وبالتالي النهاردة إذا بيتي ده بيكون في بعض الأحيان عبارة عن مكان بيلتقي فيه الأقارب والأتقاء خلاص نروح نروح نقض عند حماتي لما يكون في لقاءات إنما أنا بكلمك على إن إحنا مفيش حاجة خالص وإن أنا بعملك حاجة فيه وبعدين أنا بقول ده نموذج من النمازج يناسب فئة معينة هل النموذج ده؟ لا قبال هو أنا عندي لما طرحت يعني هكونا بننتقد الحكومة لما عملت ابني بيتك ومشروعات اللي كانت عبارة عن 65 متر الحكومة تهجمت هجوم شديد جداً إن إزاي هتعايش أسرة في 65 متر النهاردة حراك بتفترح فكرة ومبادرة ل 33 متر لكن هل ده محتاج تغيير ثقافة؟ أنت ليه شايفة إن الدولة على عاطقها السباق العسكري والسباق التقدمي والسباق المرافق وإنها تفضل مسؤولة عن كل حاجة وإنها لازم تقدم كل حاجة على الأكمل وجه إحنا لازم نساعد الدولة بالأفكار ونساعدها بالثقافة بتاعتنا إحنا النهاردة زي ما بيقولك هتلاقي فيه أسر والله هتلاقي أسر كاملة ساكنة في قوط في المناطق الشعبية قوط شقامت حول القوط قوط 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 طب أنا بنقلهم بقوضة بصالة بمطبخ بحمام خاص مش مشترك وأقول ده يبدأ بحياته طب إليه بيخلي المواطن متمسك إنه يقعد في عشة وقوضة هو وأولاده وقريبه ومش عايزين الشقة تانية ممكن تكون ضعف المساحة لأ لأ لأنه ما عندوش إمكانات بتاعتها خالص يعني أنت النهاردة أقل شقة النهاردة مثلا في قائرة جديدة في الإسكان الإسكان الشعبي هنا أو إسكان الشباب هتلاقي ألفين جنيه الإيجار هيجيبهم منين؟ وفي المناطق الشعبية جدا هتلاقي ألف جنيه هجيبهم منين؟ بس إحنا شفنا ده والدولة بتنقل العشوائيات في فترة من الفترات إن قاطين العشوائيات كانوا رفضين إنهم ينتقلوا لبيوت تابعة لوزارة الإسكان ما هو السقافة هم خايفين عشان شغلوهم والمواصلات والأكل والشرب هيبقى غالب في المناطق ديه إيه اللي بتحققوا بقى حضرتك في المنظومة بشكل متكامل يخليني إذا حنا ما ننظرش للمساحة لكن أنظر للحياة إذا حنا اقتنعنا بالفكرة نقدر نعمل الكلام دوت بصورة جيدة جدا ونعمل لهم أسواق شعبية وأسواق رخيصة أسواق جملة يقدروا يشتروا منها وتحقق لهم ويكون الكلام ده بيناسب الكلام ده يبقى لازم ليه دراسات إن أنا مش أجعل حاجة مثلا في آخر الدنيا وقول للناس تعلن إيه لكوا فيها طب هي يعيش بها إزاي؟ لا لازم ده دراسات اجتماعية بتتكامل طب فكرة التكامل وإن المنطقة تبقى متكاملة ذاتين إن أنا بعمله حياة متكاملة في المكان مجتمع عمراني متكامل ده بتستطيع شركات العقارات الخاصة تعمله ولا لازم ده يكون دور أساسي من أدوار الدولة في التخطيط العمراني إنها بتخطط المنطقة بكل متطلباتها المستقبلية والحالية حاليا حضرتك تدي للدولة أو للحكومة بشكل عام نسبة كام في التخطيط العمراني؟ والله هي أقول لك حاجة إحنا موصلناش لحسن حاجة بس إحنا في تقدم رهيب جدا يعني إحنا النهاردة بقنا يعني 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 حاليا وزير الإسكان الحالي أستاذ تخطيط عمران تمام هتلاقي إن إحنا بدأ عندنا نعمل مدن جديدة جدا مدن الجيل الرابع مدن فيها تنمية والسدامة مدن زكية كل الكلام ده تم في عصر دكتور مصفى مدبولي وفي عصر السيادة الرئيس إحنا بقنا من أنجح وزير إسكان حضرتك عصرته وحضرتك بتشتغل في المجال بقى لك أكتر من 35 سنة والله كل وزير من الوزر اللي جمب اختار واحد بسيطة لا مقدرش اختار واحد لأن كل وزير من الوزر اللي جمب ليه بصمة وليه تواجه معين وليه نجاحات أقوى فترة ازدهر فيها السوق العقاري يعني في الفترة بتاعت 2009-2010 وفي الفترة الحالية أنا أعرف إن المهندس بيبقى ردوده كلها عبارة عن أرقام ومعطيات بتدي نتائج تمام ما شفتش مهندس دبلوماسي حضرتك مين أنجح وزير إسكان ازدهر في عهده وقطاع العقارات في مصر بحكم الأرقام ما هو إحنا هنقدر نقول الازدهر العقاري حصل في الفترة الأخيرة جدا نتيجة إن المجتمع كبير فأدى زخم كبير من العقارات هو العصر الأخير اللي احنا فيه ده وده خلينا أقول إن حرك قدامك فترة قد إيه بتستثمر في العاصمة الإدارية الجديدة إن شاء الله الخطوة جاية بإذن الله بعد وخلص كم مشروع الفئيدي الترجة اللي جاية إن شاء الله وبإذن الله إحنا كمان بنفكر في الجامعية بتاعتنا إن إحنا نعمل مجموعة من الشراكات التحالف في مماري الشركات إن إحنا نقدر ناخد أي مشروع كبير ونستثمر فيه بإذن الله فكرة تصدير العقار كانت من المبادرات اللي حضرتك اشتغلت عليها وأعلنتها هل إحنا نقدر نصدر عقار في مصر؟ طيب احنا نهارده يعني إيه تصدير العقار؟ تصدير عقار مشاول أنا باخد عقار واددي بره لا أنا يعني.. أنا بجيب رأس مال أجنابي علشان يشتري عقار عندي بمصر طيبية هو النهاردة هو السؤال ليه الأجنابي هشتري عندي؟ وهل المقاومات اللي بتخليه يشتري دي موجودة؟ ملا لا cookie! طيب تعالي ندرس الأول إحنا عنداننا مقاومات أعنداننا anunciان ما مقاومات؟ أول حاجة إحنا بلد أمانة سيد رئيس قضاء الإرهاب الحمد لله دولة أمنة في ظل المعطاة الموجودة في كل مجتمع الدولة دولة أمنة من الأعداء إحنا دولة جو بتاعها طول السنة عندنا شمس الشمس دي قيمة كبيرة جداً وبتكلف بره مليارات الفلوس عندنا دولة عندها شواطئ تخشف 3000 كيلو عندنا سحة علاجية عندنا مية طبيعية لدينا المقاومات اللي نقدر بها عندنا ننافس ونبقى موجودين في سوق تصدير العقار فأصبح أصبح عندنا الأسعار اللي بتنافس الأسعار العالمية اللي موجودة للعقارات اللي بتخلي الناس روح تشير بره طيب هو سؤال بقى طب لما أنا عندي المقاومات دية أيوة وفي حاجة تانية إن أنا كمان بقى عندي مدن الجيل الرابع ومدن سمار لما أنا عندي المقاومات وعندي مدن الجيل الرابع نسبتي كان في تصدير العقار هكملك بس وعندنا الحاجات تانية اللي عملتها الدولة برضو موضوع الإقامة والجنسية مقابل الشراء فأصبح عندي عوالي عشر أو اتنشر عنصر لتصدير العقار أصبح النهاردة يعني أنا هينفع صدر العقار ليه مش قادرة استثمرهم واستغلهم والله فيه دخل محتاجين تكاتف الدولة وتكاتف الغرفة التكاتف العقاري وشعب التصمير العقاري ووزارة الخارجية والملحقين التجاريين اللي برة نبدأ نسوى لمصر هل نبتلك خطة لتصدير العقار في مصر من خلال كل الجهات اللي حضرتك ذكرتها دلوقتي احنا بقى بالنادي ان يحصل تحالف وتعاون ما بين هذه الهيئات والإدارات ان احنا نقدر نعلن نمركت ونجيب شركات تسويق عالمية نقنعها بوجه نظرنا وبالعناصر التي تلك عليها وتبدأ تمركت لنا العقار وخصوصا ان يقدر المواطن الأجنبي يقدر يجي يشتري ويستثمر ونأجر له ويكسب فلوس ولم يجي بيع يكسب بدأنا وضع خطة لتصدير العقار في مصر ولا حتى الآن لم نبدأ بعد بدأنا بس على استحياء وجدت المعارف بقى العالمية مين اللي بدأ على استحياء؟ عن طريق الغرفة طول العقاري وعن طريق مجلس تصدير العقار هل احنا بدأنا بالفعل رسم خطة أو وضع ملامح أو أجندة لتصدير العقار في مصر الحقيقة هو ده ملف ملفات اللي أنا ناوي أشتغل عليها أنا نازل في الشعب تصمار العقاري إن شاء الله إن احنا إزاي نتكاتف كشعبة وغرفة وكدولة في ملف التصدير ونشوف إيه المقاومات بتاعته ونقدر نعمله إزاي عشان نقدر ونشوف شركات تسويق عالمية نقدر نقولها على المزايا اللي عندنا دي كلها ونقدر نطرح المشاريع بتاعتنا ونبدأ نصدر العقار لو حضراتك النهاردة هتجتمع بالرئيس عبدالفتاح السيسي وهيسألك سؤال مباشر ومحدد قولي طلب لو أنا اتخذته حالاً أنا هبقى فتحت مجال تصدير العقار في مصر حضراتك مضطر تقول طلب واحد طلب واحد مش تعاون بقى ومصمر لا حضراتك دلوقتي مضطر تقول قرار الرئيس حيتخذه دعم المعارض الخارجية لتصدير العقار بس في بعض الأحيان المعارض الخارجية سمعت الشركات أو المطورين العقاريين في مصر ما بتكونش بالشكل المناسب نتيجة إنهما بيكونش عندهم ثقة يعني دايماً شركات العقارات لما بتسوق أو الشركات الأجنبية بتبيع عقار موجودة على الواقع في معظم الأحيان في مصر إحنا بنبيع رسومات هل ده منطقي؟ مقبول؟ منطقي جداً موجود في كل ديه للعالم وعايز أقولك لأهو عكس اللي حضرك بتقوليه سمعت الشركات العقارية فيه شركات كبيرة جداً جداً موجودة وسمعتها عالية قوي وفيه ناس هنا بتبيع على سمعتها بضيع في تكلفتها عشر مرات عشان عندها سمعة كويسة مطلوب فقط دعم المعارض دعم المعارض الخارجية لتصدير العقار والتأجير التمويلي أو التمويلي العقاري هل ممكن يكون خطوة في سبيل تصدير العقار أو الإقبال أو ترويج والتعسل العقار؟ أولاً التمويلي العقاري فيه مشكلتين أولاً هو بيتعامل مع منتج اللازي يكون خالص وده معظم العقارات اللي بتبقى في مصر بتبقاش خالصة بتبقى لسة تحت الإنشاء والتمويلي العقاري مكلف جداً لأن احنا عندنا الفايدة عالية كلام التمويلي ده في الدول الأوروبية وأمريكا بيبقى قليل ليه؟ لأن فايدة البنوكة عندهم 2% و3% وصلت 0 دلوقتي لما النهاردة لما يكون عند الفايدة بتاعت البنك المركزي وكوردور 10-12% هاجعمل إقراض بـ 15-20% بيكون مكلف جداً يعني لسة موصلش للمرحلة أنه يكون مفيد للعقارات والتسويق بتاعها وضع حضرتك كرئيس لجمعية المطورين العقاريين هل من حق العميل أو المستهلك لما شركة التطوير العقاري ما تلتزمش معاه وفي بعض المشروعات بنلاقي حضرتك بتقول إنه مقبول ومعمول به في معظم دول العالم إن أنا ببيع عقار على الرسم طيب لو شركة التطوير العقاري أو شركة الإنشاءات لم تلتزم بتنفيذ الرسمة وزي ما حصل فيه كومبوندات كتيرة في الساحل الشمالي كرة موجودة بقالها عشرات السنوات رؤسائها أو أصحابها لم يلتزموا بتنفيذ المشروع بشكل كامل أول ما حصل على نسبة كبيرة من فلوس هو مظبوط كلام اللي أنت حضرت بتقوليه هو أولاً هينظم الموضوع ده حاجتين إحنا كجمعية مطور القائرة الجديدة إحنا لسة في طور التأسيس دلوقتي فإحنا كل الحاجات دي يفضل منازعات وبنأكاس سلجان وكده بس مترجتين أن إحنا برضو يبقى لنا براند الوحدينا كمطوري القائرة جديدة من ضمنها الحفاظ على العميل ويبقى فيه لجنة فضل منازعات وفيه ضمان للشركات اللي هتبقى المشتركة معنا فإحنا بنفكر نحن نعمل ده وكمان على المستوى الأوسع اتحاد المطور العقاريين هيقدر يغطي إن شاء الله لما ينشأ هيقدر يغطي المقطة دي يبقى فيه صندوق للمقاطر عندنا كل هذا الحجم والعدد من شركات العقارات المصرية والعربية والعالمية موجودة على أرض مصر وما عندناش صندوق لتطوير العقار أو صندوق للمقاطر لا لا ما فيش لأ في اللسه اللي هو ده هيبقى إن شاء الله بننادي فيه في الاتحاد المطور العقاريين إن شاء الله وماقدرش حضرتك تكون موجود معنا في الحلقة وماسألكش وإحنا موجودين النهاردة في التجمع عن أزمة التجمع والسيول هل إحنا مستعدين لها بشكل كافي؟ هل تمتلك رؤية أو حال؟ والله أنا شايف أن طبعا يعني الموضوع قرر مرتين ولسه كإمان ممكن يكون أكتر فترة جاية لأن هيبدأ السكن يزيد أكتر أنا طبعا بقترح إن الشبكة الموجودة لو هي خلاص مش بكافية نحن نعمل شبكة موازية للمطر بحيث إنها ونستعد أكتر لما يبقى في حاجة عشان أنا عند المحطات بتعطلوا الكلام ده يبقى فيه مولدات وفيه بالتوازي معها الشبكة اللي أنا بتكلم عليها لو إحنا قدرنا نعمل دي في المناطق الكريتكال أو المناطق الحساسة اللي هي بتجمع فيها المطر ممكن إنها تغلب على هذه الأزمة إن شاء الله طيب خلينا نقول إن حضرتك قلت إن المنافسة ما بين شركات العقارات المفترض إنها تحقق مصلحة العميل أو المستهلك بالضبط جدا طيب هو ليه لما إحنا شفنا إن فيه شركات كتيرة بتدخل سوق العقارات شفنا إن فيه بعض الجهات اللي موجودة في الدولة من الحكومة بتدخل في سوق العقارات لقينا إن سوق العقارات أو سعر العقارات في مصر ارتفع ما نخفضش أنا قلت لحضرتك وارتفع الفترة اللي فات الدهات في خلال الأربع السنين اللي فاته نتيجة التعويم ونتيجة رفع الدعم الحاجتين دول هم اللي رفعوا العقار لإن إحنا كنا في منطقة وبعدين قص التعويم ده جاي في وقت كان يعني عامل زي الجراحة العجلة ما كانش ينفع تأجل أكثر من كده طيب تنصح المواطنين اللي بيشوفوا حضرتك دلوقتي يأجلوا قرار شراء عقار ولا المفترض إن التوقيت مناسب وإن الأسعار بعد كده ممكن ترتفع لا أنا عايز أقول اللي محتاج حاجة ياخدها بس هو بيشتري في عدة نصايح لازم يتبعها إيه هي؟ العقار دوت عامل زي قيمة يعني يقدر يصر فيه أي وقت عايز بيه وعايز يبدله عايز يبقى يجيب أعلى عايز يجيب أقل فيقدر يصر فيه في أي وقت عشان يقدر يصر فيه ويبقى سلعة قابلة للتداول إن هو أول حاجة يختار الشركة اللي أشتري بنا لازم تكون شركة لها سمعة طيبة لازم شركة تكون سلمت تسليمات كتير قبل كده ومشهود لها بالكفاءة يبدأ يفكر في يتأكد من أي جهة إن الحاجات الحراكة قلتها دي كلها مظبوطة هل في جهة المفترض العميل قبل ما يشتري يروح ليها فيقول لهم أنا هشتري من شركة البستاني للتطوير العقاري فيطلع لي الملف كامل آه أرضها مرخصة أنا مش عايزة لما أجي أشتري شقة مش عايزة أوفر تمن محامي بألف جنيه ولا ألفين جنيه ممكن أجيب محامي يقدر يطالع على الأوراق السبوتية ديه ويقدر على أوراق الشركة والملكية والرخصة والكلام ده يجيب محامي معاه تلا ما هم العميل مش يطالب منه يفهم في كل حاجة صحيح هيجيب اللي يفهم يقدر يجيب محامي معاه يقدر يتفهم وبعدين يبدأ يسأل يعني النهاردة على النت النهاردة ببقاش حاجة بسهولة جدا يبدأ يكتب شركة كذا يبدأ يقرأ على التعليقات اللي عليها يبدأ يتكلم على اللي بيبيع له ورين المشاريع بتاعتكم اللي يتسلمت قبل كده هادي أول نقطة يشتري من الشركة تكون مضموعة نمرة اتنين يشتري في مكان يكون واحد يعني يبدأ يشتري في مكان كويس يبدأ يشتري لوكيشن كويس حاجة مميزة يبدأ يشتري كل ما صغرة المساحات كل ما يعني التصارف فيها بعد كده ممكن يكون أسهل يبدأ يفكر بطريقة ديته لو هو تتبع شوية التعليمات ديته يقدر يشتري في أي وقت هو عايز ولو شاء النهاردة طبعا حسن ببقر عيني المساحة والموقع وصمعت الشركة اللي هيشتري منها بظهر حاجة رابعة لا أكيدا كويس بشكرك على وجودك معنا وبشكرك على نصحتك للمواطن اللي بيفكر انه يشتري عقار بشكل عاكل شكرا جزيلا بمهندس على وجود حضرتك معنا زي ما شفتوا مشاهدين الكرام سوء العقارات في مصر يمرض ولا يموت لو سمعنا النصايح اللي قالها الخبير الهندسي المهندس محمد البستاني وقت حلقتنا انتهى واشوفكم بكرة مع ضيف جديد مع خالص تحياتي منالي الصعيد موسيقى 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 موسيقى